ومن الأخبار اللي حصلت مبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة في إطار طبعا استراتيجية الشملة لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب هينظم مؤتمر حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة بمشاركة وزراء وشخصيات دولية فعالة في حركة حقوق الإنسان كمان النهاردة مجلس الدولة هينظم أداء الدفع الجديدة من القضاء المعينين بقرار رئيس الجمهورية لليمين القانونية قبل استلافهم مهام مناصبهم وده يكون الساعة 10 الصبح بمقر مجلس الدولة الرئيسي نهاردة هيتم تنظيم المؤتمر السنوي الأول لكلية الألسن بجامعة الأقصر وبيستهدف المؤتمر التواصل العلمي الفعال بين الباحثين والطلاب وهيتم خلاله منقشة 20 بحث مقدم من أعضاء هيئة التدريس كمان النهاردة أكاديمية الأظهر العالمية هتنظم برنامج تدريبي للأئمة والوعاظ بعنوان إعداد وتأهيل المصلح الأسري وده بهدف الحفاظ على تماسك المجتمع ودعم استقرار الأسرة المصرية ترجمة نانسي قنقر